السلام عليكم ثالث وآخر محور من مفهوم العنف هو محور العنف والمشروعية واللي غادي نشوفه من خلاله أن اللجوء إلى العنف هو أحد المكونات الأساسية لكل عمل سياسي مدام أن السياسة هي مجال أو حلب للصراع المستمر من أجل القيادة والزعامة وهدش اللي غادي خلينا نسأله على هل يمكن الإقرار بمشروعية العنف من زاوية الحق والقانون والعدالة وباش نجاوب على التساؤل غادي نخدو ثلاثة ديال المواقف الفلسفية أول واحد كيقول لنا تقوم الدولة على أساس استعمال العنف المشروع واللي هو الموقف ديال ماكس فيبر كيقول لنا بأن السلطة ترتكز على ممارسة العنف فهي وحدها لها مشروعية استخدامه لأن التعاقدات والمواثيق الاجتماعية تعني من بين ما تعنيه التنازل للدولة عن حق استعمال العنف في مجال سياسي يتميز بتقاسم السلطة ومراقبتها وعلى ذلك فالعنف المشروع هو حق من حقوق الدولة الحديثة التي تحتكر استخدامه لصالح الجماعة بطريقة ديمقراطية هنا ماكس فيبر يقر بمشروعية العنف لمستخدم من طرف الدولة وكيقول لنا بأن هي السلطة الوحيدة اللي عندها الحق تلتج إليه لأن التعاقدات المواثيق الاجتماعية اللي هي على شكل قوانين كتعني أن الفرد تنازل للدولة على حق استعمال العنف يعني الأفراد تقر بطريقة غير مباشرة استخدام العنف من طرف الدولة لأنه هو اللي يعطيها النجاعة والفعالية في ممارسة العمل السياسي أما رأي التانيكي يقول لنا بأن القوة تشكل وسيلة سياسة عند الاقتضاء واللي هو الموقف ديل جوليان فروند جوليان فروند يحدد سياسة في أن هذلك النشاط الذي يدعي حق الهيمنة والاحتكار بشأن السلطة فوق أرض معينة مع إمكانية استعمال القوة أو العنف عند الحاجة إما للحفاظ على النظام الداخلي والغرض الذي نجم عنه وإما للدفاع عن المجتمع ضد أخطار خارجية جوليان فروند يقر كذلك باستعمال العنف من طرف السلطة وكيقول يالي عن الحق في الهيمنة والاحتكار عليه والممارسة دياله بطبيعة لحال فوق أرض معينة واستعمال القوة أو العنف كي يكون الجوجل أسباب إما للحفاظ على النظام الداخلي بحال quando إن كان شي مدهرات ولا شي شغاب اللي غد يأثر على النظام الداخلي للدولة أو للسلطة فهنا من الواجب استعمال القوة و العنف للحفاظ على النظام والأمن الداخلي أما الحاجة الثانية وهي الدفاع على المجتمع من الأخطار الخارجية بحال مثلا كان شي دولة غد تهجم على شي دولة وما إلى ذلك فهنا من الواجب ديال السلطة استعمال العنف من أجل الدفاع على المجتمع إذن هنا بالنسبة جوليان فروند فاستعمال القوة أو العنف يعتبر وسيلة مشروعة إما للحفاظ على النظام الداخلي أو للدفاع على المجتمع ضد الأخطار الخارجية أما الموقف الثالث والذي يقول لنا بأنه لا إيجابية ولا أحقية ولا مشروعية للعنف هو الموقف ديال كرونتشاند غاندي غاندي يتصور العنف كشيء سلبي وهدام ولا يمكن أن يصلح أساسا لبناء أي شيء إنه نية سيئة تضمير حقدا أما اللاعنف الذي يدين به غاندي ويدعو إليه فهو ليس شيئا سلبيا واستسلاميا بل هو نضال ضد الشر وضد الحقد وضد كل مظاهر سلبية إنه القانون الذي يحكم النوع الإنساني وبالتالي يمكن أن يحقق أشياء إيجابية في حين يظل العنف عنفا أي سلبيا ورذيلة وقانونا يحكم النوع الحيواني أنا غاندي كي يقول لنا بأنه لا مشروعية للعنف لأن العنف هو واحد الشيء سلبي وهدام يضمير الحقد ضد الأفراد ذاك الشعلاش يدعو إلى اللاعنف لأنه بالنسبة له شيء إيجابي وهو نضال ضد الشر وضد الحقد وضد كل مظاهر سلبية لأنه كيقول بأن اللاعنف هو القانون الذي يحكم النوع الإنساني أما العنف هو القانون الذي يحكم النوع الحيواني إذن هناك خلاص لهذا المواقف لكي أمنوا بمشروعية العنف هما ماكس فيبر و جوليان فروند ماكس فيبر كيقول لنا أن الدولة هي الوحيدة اللي من حقها استعمال العنف وهذا شيء جاي من التعاقدات والمواثيق الاجتماعية لكي تعني أن الفرد كيتنازل للدولة من أجل استعمال العنف لضبط المجال السياسي أما جوليان فروند فكيقول لنا بأن الدولة من حقها استعمال العنف وذلك من أجل الحفاظ على النظام الداخلي أو من أجل الدفاع على المجتمع ضد الأخطار الخارجية أما غاندي كيوصف لنا العنف بأنه مظهر من المظاهر السلبية وأنه النية سيئة تضمير الحقد في المقابل يدعو إلى اللاعنف واللي هو القانون الذي يحكم النوع الإنساني لأن بالنسبة له العنف يحكم النوع الحيواني إذن احتل هناك كيكون سالة الفيديو هذا هو ما الموقف دياننا كنتم لنا تفهمهم زيان ونطلقه في الفيديو الجاي إن شاء الله ونطلقه في الفيديو الجاي إن شاء الله